صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة حيث سجلت التقارير الملاحية عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمال حمولات صافية قدرها 3.4 مليون تن ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية مؤكدا امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة أحدى السفن العابرة للقناة وهي ناقلة الوقود أفانتي والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها ووضح رئيس الهيئة أنه فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتمت دفع بعدد خمس قاطرات تتقدمهم القاطرة عزة عادل بقوة شد 160 طنا للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة لفتا إلى أن السفينة استأنفت عبورها بالقناة مرة أخرى بمساعدة قاطرات الهيئة حتى وصولها بسلام إلى غاطس السويس ملحمة مصرية خالصة نجح خلالها رجال هيئة قناة السويس في إعادة الملاحة داخل القناة إلى طبيعتها بعد جنوح ناقلة الوقود أفينيتي الجنوح الذي تسبب في تعطيل حركة الملاحة شكلت على إثره هيئة قناة السويس مجموعة عمل بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ومراقب الملاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وعلى الفور تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة لتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة الجهود نجحت في تعديل وضع السفينة بشكل شبه كامل وشيئاً فشيئاً بدأت الأمور تعود إلى طبيعتها لتعلن هيئة قناة السويس نجاح عملية تعويم الناقلة التي بلغت حمولتها أربعة وستين ألف طن وأوضحت الهيئة أن سبب جنوح ناقلة الوقود هو عطل فني بالدفة تسبب في فقد القدرة على التوجيه من جديد استطاعت قناة السويس ورجالها تحقيق إنجاز في مجال الملاحة البحرية الدولية وذلك بإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في وقت قياسي بالشريان البحري الأهم في العالم أجمع قناة السويس